السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الاول الاعدادي ان شاء الله مع بعض هنكمل الوحدة الرابعة هناخد الدرس الاول وهو الاسكندر في مصر اولا الاسكندر الاكبر لازم تبقيته عارفين هو الاسكندر المكدوني او الاسكندر الاكبر طبعا ولد في عام 356 قبل الميلاد نسبه هو ابن الملك فليب المكدوني هذه وحدة قليم مكدونية تحت زعامته 338 قبل الميلاد نشأته نشأ في اقليم مكدونية بشمال بلاد اليونان بلاد الاغريق وتولى الحكم طبعا هو في سن العشرين من عمره بعد مقتل والده وقام طبعا بالقضاء على تمرد المدن الاغريقية بعد مقتل والده اولا لازم نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى وهب لمصر الكثير من سروات وفيرة ومتعددة كانت سببا جعلها مهدا للحضرات لفتت انظار الطامعين اليها مثل الليبيين والاشوريين ثم الفرس الذين ظلوا يحكموا مصر حتى دخلها الاسكندر المكدوني وحنا اتكلمنا قبل كده ان الفرس احتلوا فعلا مصر وقدروا ان هما يسيطروا عليها الى ان اتى طبعا الاسكندر الاكبر واستطاع ان هو يخلصهم من حكم الفرس طبعا لازم تبقى ان تعرف ان كانت كل دولة تتطلع لبناء امبراطورية كانت بتتجه الى مصر طبعا في الاستلاء على خيراتها طيب بنيجي نشوف بعد كده احنا عرفنا الاسكندر الاكبر واتكلمنا عليه هنتكلم عن اهم اعمال الاسكندر الاكبر وخلي بالك طبعا لازم نكتب جنب اهم اعماله ممكن نكتب لماذا اطلق عليه اعظم الفاتحين هقولوا لانه غزى معظم اجزاء العالم القديم لذلك لقب باعظم الفاتحين اتنين قدر يحارب الفرس ويهزمهم في اسيا الصغرى وسوريا وفي نقيا وفي الاخير استولى على مصر عام 332 قبل الميلاد بنبدأ الاسكندر الاكبر وقصة غزو لمصر بعد ان فرغ الاسكندر الاكبر بدأ يتحرك الاسكندر 332 بجيش كبير مدعم بوسطول بحري حتى وصل الى تل الفرما اللي هي شرق برسعيد حاليا ويدي يستولى على مصر وذلك حتى يضمن لجيشه مصدر غني بالغزاء يعني سبب استلاوه على مصر اللي يضمن لجيشه مصدر غني للغزاء وقد رحب المصريون بقدوم الاسكندر الاكبر الترحيب ده كان بسبب يعتقدهم بان الاسكندر جاء ليحررهم من الاحتلال الفرسي الذي واحد انتهى كحورية الديانة المصرية فرض عليهم الضرائب اثنين معرفتهم بعادات الاغريق الذين كانوا يعملون كجنود مرتزقة في مصر وكلمة جنود مرتزقة هم كانوا جنود يعرضون خدماتهم العسكرية مقابل الاجر المادي طيب الاسكندر اكبر في السياسة في مصر صعى الاسكندر ان هو يرضي المصريين ازاي يعني دلل واحد غازي زي دوت ازاي يعني عايز يرضي شعب هو جاي يحتله قالك لا هو الاسكندر اكبر بدأ يظهر حرصه على احترامه للديانة المصرية فقام بالامثلة بزيارة معبد الاله بتاح في منف وقام فيها مهرجانا رياضيا على الطريقة الاغرقية كمال ان هو قام بزيارة معبد الاله امون في واحد سيوى وقدم القرابين ولذلك لقب بابن الاله امون يقول لي ما النتاج المترتبة على ان الاسكندر اكبر لقب بابن الاله امون لانه انه زار معبد الاله امون في واحد سيوى وقدم له الايه القرابين عشان كده النتاج المترتبة لقب بابن الاله ايه امون نيجي نشوف بعد كده شباب بناء مدينة الأسكندرية إزاي الإسكندر الأكبر إضاف من ضمن أعماله أنه يبني مدينة كبيرة زي مدينة الأسكندرية قال لك إسكندر أكبر اختياره لقرية اسمها رقودة بتقابلها جزيرة صغيرة في البحر المتوسط تسمى فروس وقد تم ردم الماء بينهما لإقامة مدينة الأسكندرية وبكده إسكندر الأكبر لما أنشأ مدينة الأسكندرية طبعا إنشاءوا لها من أجل أن تكون عاصمة لدولته وتحمل اسمه مركزا لنشر الحضارة الإغراقية في العالم قاعدة بحرية لتدعيم سيطرته على البحر المتوسط وفي الأخير توفي الإسكندر الأكبر عام 323 قبل الميلاد ودفنة في الأسكندرية وبكده أعزائي الطلبة نكون هنا شرح الدرس وننتقل إلى تدريباته وهنستكمل مع بعض التدريبات الدرس هناخد السؤال الأول سوّب ما تحته خط نمرا ألف وقعت مصر تحت سيطرة الرومان قبل ما جاء الإسكندر الأكبر طبعا هنقول له الرومان هنشير كلمة الرومان ونكتب كلمة الفورس نمرا به ولد الإسكندر الأكبر في قليم مكدونيا بشمال بلاد العراق طبعا العراق هي لتحتها الخط هتبقى الإجابة طبعا اليونان نمرا جيم تولى الإسكندر الحكم وهو في سن الأربعين من عمره طبعا الأربعين هي اللي تحتها خط هنشيلها ونحط إيه عشرين نمرا ديال أقام الإسكندر مدينة منف لتكونها مركز لنشر الحضارة الإغراقية طبعا منف اللي تحتها الخط هنشيلها ونحط الأسكندرية سؤال الثاني بما تفسر اتجه الإسكندر أو اتجه معظم الدول في العصر القديم لاحتلال مصر هنالله طبعا في الاستلاء على خيراتها نمرا به تميز الإسكندر بالقدرة على القيادة هنقول لأنه تولى الحكمه في سن العشرين وقام بالقضاء على تمرد المدن الإغراقية بعد مقتل والده نمرا جيم أطلق أو إطلاق لقب أعظم الفاتحين على الإسكندر الأكبر هنقول لأنه غزأ معظم أجزاء العالم القديم حارب الفرس وهزمهم واستولى على مصر عام 332 قبل الميلاد نمرا دال ترحيب المصريين بالإسكندر الأكبر طبعا لأنه خلصهم من الفرس نمرا هنالله تأسيس الإسكندر الأكبر لمدينة الأسكندرية هنقول لتكون عاصمة لدولته وتحمل اسمه وتكون مركز لنشر الحضارة الإغراقية في العالم نمرا ثلاثة أو السؤال الثالث صح أو خطأ مع التصويب هنقول ألف كانت الأسكندرية مركزا لنشر الحضارة الإغراقية هنقول الإجابة صح نمرا به استاء أو غضب المصريين القدماء من حكم الفرس اللي هنقول طبعا إجابة صح نمرا جيم لقب الأسكندر الأكبر بابن إله أمون هنقول إجابة صح وبكده أعزاء الطلبة نكون هنا تدريبات الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة